تمكن فريق الجراحة من الخدمات الطبية الملكية المستشفى العسكري من إجراء خمس عمليات استئصال لمرضى مصابين بأورام خبيثة باستخدام الروبوت الجراحي الذي يعمل بنظام هيكو وقد تكللت جميعها بالنجاح وبذلك تعتبر أولى العمليات الجراحية التي تجرى بالروبوت الجراحي على مستوى مملكة البحرية نعم بهذه المناسبة قال العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة بن سلمان الخليفة قائد الخدمات الطبية الملكية قال إن اقتناء الروبوت الجراحي الذي يعمل بنظام هيكو ريس جعل من الخدمات الطبية الملكية أول منظومة طبية تقتني هذه التكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤكدا أن السعي مستمر لتطوير الخدمات الصحية المقدمة بما يحقق الاستدامة في توفير بيئة صحية لجميع أفراد المجتمع ضمن أعلى المعايير العالمية وضمان سير الخدمات بما يعزز جودة وسرعة خدمة المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين هذا بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية وبأحدث التقنيات سيتم استخدام الروبوت الجراحي لإجراء العديد من العمليات من التخصصات المختلفة من الجراحة العامة ومنها جراحة النساء وجراحة السمنة ترجمة نانسي قنقر